وطبعاً في البداية بشكر معالي النقيب محمد البدراوي ومعالي النقيب محمد الجاحل نقيبية شمال وجنوب أسيوت وبشكر مجلس نقابة أسيوت شمال وجنوب طبعاً الاجتماع ده برعاية معالي النقيب العام ودي طبعاً سنة حسنة وسنة طيبة من بداية التولي معالي النقيب وإحنا بيقى فيه لقاءات دولية مع مجالسة مع النقاباء الفراعين على مستوى جمهورية ودي بقى فيها نوع من المشاركة الإيجابية بنقشة القرارات والسلبيات والمقترحات خلال فترة العمل المقابي وما يستجد من أي مشكلة بتحصل فالحمد لله احنا بنجتمعه بنوصل لقراره بنعمل على تنفيذه وطبعا النهاردة كان على مئدة الاجتماع اللقاحة المالية ونقشة اللقاحة المالية واللقاحة التنفيذية والإدارية للنقابة هذا بالاضافة لبعض الإشكاليات الأخرى منها مشكلات العلاج وتصديق على العقود ونسبة النقابات الفراعية المقترحات التي تقدم بها سادة النقابة معاناة بداية كل عام في الاشتراكات عشان تجدد الكرنيهات وتقاطي العلاج وكان بتقعد أسبوع أو ساعات أكتر بالاضافة أن أنت كان عندك حالات محتاجة تدخل المستشفى بشكل عاجل طبعا ومأموريات بطالة روح للنقابة العامة وموظفين وانتقالات كل ده الحمد لله المحامين طبعا انعكس عليهم بشكل إيجابي أن أنت بتستخرج الكرنيهات في نفس التوقيت في نفس اللحظة معادة الكرنيات الغير مفعالة في بطاية العلاج السابقة ودي برضو نقشناها النهاردة وفيه وعد تتفاعل بإذن الله أنت شريك فعلي النقابة الفرعيين شركاء فعليين على الأرض أنهم بيتعاملوا مع المحامين وبيحتكوا بالمشاكل بشكل مباشر والنهاردة الحمد لله يعني برضو نقلنا نبض الجميع العمومية في الفيوم بحيث أن أنا نشدت النقيب العام بمقابلة عجيلة للسيد وزير العدل والنائب العام للتسهيل العقبات اللي احنا دوقتي بتشوفها بشكل غير طبيعي بداخل المحاكم سواء في زيادة رسوم بلا قوانين عرقلة عملية السلام الصياغ التنفيذية السلام الأحكام الشهادات في النيابة العامة تأخير التحالات النيابة كل الأمور دي وما نتجة عن الأثار السلبية نتجة عن الميكانة والرقمنة كل الأمور دي محتاجة على حل فوقي مش حل تحتي فنشدنا النقيب العام أنه يبقى فيه سلطة واستجاب النقيب العام أنه إن شاء الله يبقى فيه مقابلة قريبة بالسيد وزير العدل والنائب العام وطلبنا برضو وزير الداخلية من حيث تنفيذ الأحكام